أوضح خالد غالب المدير العام لفندق ويستن دبي الحبتور سيتي أن أداء القطاع الضيافة في دبي كان جيدا منذ بداية العام الحالي مضيفا في لقاء سابق أن البنية التحتية التي تمتلكها دبي من أبرز المحفزات الداعيمة للقطاع أداء القطاع قطاع الضيافة في دبي بحالة جيدة جدا منذ بداية العام لحد نهاية شهر أغسطس زار دبي قرابة العشر مليون سائح على حسب الإحصائيات اللي عندنا من دائرة السياحة نسب الإشغال في تزايد عن العام اللي قبله حوالي 77% كاملة بالنسبة لإمارة دبي كاملة ده يعتبر أداء جيد جدا لأن ما فيش أي تنازل أو أي تراجع في عدد الزوار اللي زاروا الإمارة قطاع الضيافة يرتبط بقطاعات أخرى زي السياحة الاقتصاد فطبعا بيتأثر به بس من الواضح أن قطاع سياحة دبي دائما رائدة في المجال ده فإن هي بتوفر فرص لعدد أكتر من السياح والزوار اللي هم يجوا البلد فطبعا مع طيران الإمارات بيخدم أكتر من 150 وجهة سياحية فكل ده مع بعضه طبعا بيخدم القطاع وبالتالي القطاع بيستفيد منه فطبعا المؤشرات كويسة كان في حوالي 18 مليون ليلة محجوزة في دبي من بداية العام لحد الوقت بزيادة عن 17.2 العام اللي فاضي في العام الماضي فده بالتالي طبعا مؤشر جيد التوقعات أنها توصل لحد آخر السنة قرابة 15 مليون سائح للمدينة دبي إذن بأننا نتحدث عن نمو قطاع ضيافة في دبي وأرقام تثبت ذلك ما هي المحفزات التي توفرها دبي برأيك حتى ينمو بالفعل هذا القطاع وما هي أبرز المحفزات ربما المطلوبة حتى يستمر أيضا في النمو دبي تمتاز أن كل حاجة تمشي مع بعض زي ما بنقول جميع الدوائر والمؤسسات بتشتغل على كلمة واحدة بتشتغل على خطة واحدة دي طبعا تيجي من القيادة الرشيدة لإمارة دبي من ناحية القطاع الضيافة الحافز الكبير أننا لحد النهاردة لسه بنفتح فنادق ولسه بنفتح مشاريع ده يعتبر حافز المنافسة في حد ذاتها حاجة كويسة جدا فالبنية التحتية التي تتعمل في دبي ما تلاقيهاش في أماكن كتير جدا في العالم وواجهات سياحية متقدمة ومعروفة في العالم اللي جاز بشرائح جديدة من الزوار ومن نوعيات السائحين للإمارة على سبيل المثال دوباي باركسن ان ريزورتس اي ام جي عندنا احنا مثلا في الحب تور سيتي على أول مشروع على قناة دبي المائية يتكون من من ثلاث فنادق سان ريجيس دوباي الدابلي دوباي وأخيرا الوستن دوباي في الحب تور سيتي اللي خلى أكشلي دوباي تعدي المئة ألف غرفة خلال هذا العام خلال هذا العام للإمارة ففندق ويستن كان خلى دبي تعدي مئة ألف غرفة فندقية في إمارة دبي إذن تحدثنا عن المحفزات التي توفرها دبي لقطاع ضيافة هل هناك تحديات تواجه هذا القطاع التحديات تكاد تكون عالمية دبي رائدة ودبي تفعل ما بوسعها لاستقطاب الزوار والسائحين لكن لما يكون في حاجة عالمية تؤثر على حركة السياحة العالمية وعلى حركة الزوار للمدن المختلفة فطبعا بيحصل فيها تأثير بس دي حاجة احنا بنحطها ورانا وبنكمل ان احنا نشتغل مع الأسواق الموجودة حاليا ان احنا نستقطب منها السياح ومع أسواق جديدة بالتعاون مع دائرة السياحة في دبي ده طبعا بيدينا حافز ان احنا نشتغل أكتر والمشاريع تنمي أكتر وان احنا ما بنقفش ان احنا فيه مشكلة حصلت في حتة معينة ان احنا حتأثر علينا لا بالعكس بنروح أماكن جديدة ونشوف ازاي نقدر نجيب الزوار والسياح منها للإمارة ترجمة نانسي قنقر